السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء الطلبة هذه المحاضرة هي المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات مادة التحسس النائي للمرحلة الثالثة قسم الهندسة المدنية موضوع هذه المحاضرة هو الإشعاع الكهرومغناطيسي إليكترو ميغنتيك رادييشن طبعا هذا الموضوع هو من المواضيع المهمة والأساسية في التحسس النائي نأتي إلى مفهوم الإشعاع الكهرومغناطيسي تم توضيح في المحاضرة السابقة إلى أن المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في عملية التحسس النائي هو الشمس وتكون هذه الطاقة في صورة إشعاع كهرومغناطيسي وله خصائص تعمل وفق نظرية الموجات ضمن الوايفلينك والفريكوينسي أو الطاقة والتي سوف يتم التطرق عليها بشكل تفصيلي خلال هذه المحاضرة كما موضح بالشكل يتكون الإشعاع الكهرومغناطيسي من مجالين هما الكترك الفيلد ويرمز له بالرمز والمجنة كفيل ويرمز له بالرمز يكونان هذان المجالين متعامدين على بعض وكلاهما يسيران بسرعة الضوء اللي هي 3 في 10 8 متر على الثانية فيما يتعلق بالموجات هناك خاصيتين أساسيتين للإشعاع الكهرومغناطيسي هما الطول الموجي ويفلينك والتردد فريكوينسي ما هو الطول الموجي؟ هو طول دورة كاملة للموجة ويتم قياسه كمسافة بين قمتين متتاليتين ويقاس بوحدات المتر أو أجزاء المتر مثل النانوميتر الذي يساوي 10 2-9 من المتر أو المايكروميتر الذي يساوي 10 2-6 من المتر أو السانتميتر الذي يساوي 10 2-2 من المتر يرمز للطول الموجي عادة بالرمز لمدة أما التردد فريكوينسي فهو يمثل عدد دورات الموجة في فترة زمنية محددة ويرمز ويرمز له عادة بالرمز F ومقياس التردد ويقاس التردد عادة بوحدات الهيرتز هناك علاقة رياضية تربط الطول الموجي مع التردد كما تلاحظون من خلال هذه المعادلة فإن الطول الموجي يرتبط بعلاقة عكسية مع التردد وللتوضيح أكثر نرى أن نرى في هذا الشكل أن الموجات القصيرة يكون ترددها عالي أما الموجات الطويلة فيكون ترددها قليل نأتي الآن إلى مثال توضيحي حول هذا الموضوع من خلال العلاقة التي تم الإشارة لها لمدة تساوي سي على الف السي هو مثل ما أشارنا إليه سرعة الضوء 3 في 10 أوس ثمانية والتردد والتردد معطى في السؤال 5 في 10 أوس 10 هيرتز اللي هو واحد على الثانية النتيجة هي 0.6 سانتي ميتر الشق الثاني من السؤال كان ما هو نوع الإشعاع الكهروم ومغناطيسي لهذا الطول الموجي من خلال الشكل أدنى نلاحظ أن هذه القيمة تقع ضمن نطاق المايكرو ويف من الطيف الكهروم وغناطيسي في بعض التطبيقات يكون استخدام طاقة الفوتونز أكثر ملاءمة من الموجة حسب قانون فإن كمية الطاقة المحملة بالفوتونات وبطول موج محدد يمكن حسابها من خلال هذه العلاقة الرياضية كمية الطاقة تساوي بلان كونستان ثابت بلان في التردد وعادة التردد يتم حسابه من خلال الطول الموجي لدينا هنا أيضا مثال توضيح حول هذه العلاقة find the electromagnetic radiation energy with a frequency 5 في 10 أو 10 هيرتز Also find its وift من العلاقة أعلى كمية الطاقة تساوي بلانك كونستانت في التردد التردد هو معطب السؤال وطبعا هنا خطأ مطبعي ليس بلانك إنما بلانك كونستانت والذي يساوي 6.6 فور في عشرة وثناقص أربعة وثلاثين جول عد ثانية كمية الطاقة بعد التعويض هذين القيمتين تكون 3.32 في عشرة وثناقص أثنين أو ناقص ثلاثة وعشرين خطأ أيضا مطبعي هذه هي كمية الطاقة الشقة الثاني من السؤال إيجاد الطول الموجي حسب العلاقات التي تم الإشارة لها سابقا فإن طول الموجي يساوي H في C على كمية الطاقة يتم تعويض هذه القيم فنحصل على الطول الموجي بقيمة 0.6 سنتيمتر حدنا موضوع Black Body Radiation إشعاع الجسم الأسود طبعا مفهوم الجسم الأسود هو جسم يمتص طاقة الإشعاع الكهرومغناطيسي الواقعة عليه ومن ثم يرجع يبعثها بشكل كامل لذلك يعتبر هذا الجسم مشع تام يجب أن نعرف هنا أن الطاقة المنبعثة من جسم ما تختلف باختلاف درجة حرارته حيث أن الطاقة المنبعثة تتزايد بسرعة مع ارتفاع درجة حرارة الجسم ستيفان بولتزمان أوضح أنه يمكن حساب كمية الطاقة المشعة لجسم ما اعتمادا على درجة حرارته من خلال هذه العلاقة الرياضية م تساوي ستيفان كونستانت وهو معطى في الأس الرابع لدرجة حرارة الجسم بالكلفن هذا الشكل يفس القانون ستيفان بولتزمان حيث يشير إلى أنه كلما كانت درجة حرارة الجسم أعلى كلما كان مقدار الإشعاع الكل الذي يبعثه أكبر وطوله الموجة أقصر هذا فيما يخص طبعا الجسم الأسود الذي يعتبر جسم مثالي كما أشرنا سابقا يمتص الأشعة ويبعثها بشكل كامل على أرض الواقع لا يوجد جسم أو سطح لمادة تسلق سلوك الجسم الأسود وذلك اعتمادا على خاصية تدعى بالأمازيبتي ما هي الأمازيبتي؟ تعرف الأمازيبتي على أنها نسبة الإشعاع المنبعث من سطح ما إلى الإشعاع المنبعث من الجسم الأسود عند نفس درجة الحرارة وتكون قيمة الأمازيبتي بين صفر وواحد لذلك تختلف قيمة الأمازيبتي من سطح إلى آخر حسب خصائصه الحرارية المتمثلة مثلا بالهيت كاباسيتي أو الكوندكديفتي وما إلى ذلك من خصائص حرارية الأجسام نلاحظ هنا أن قيم الأمازيبتي تختلف من مادة إلى آخر وبذلك يكون قانون ستيفان بولتزمان للسطوح والأجسام الحقيقية اعتمادا على قيمة الأمازيبتي لتلك السطوح ولدينا هنا أيضا مثال توضيحي حول هذا الموضوع كمية الطاقة تساوينا ستيفان كونستاند في الأسر الرابع لدرجة الحرارة بالكيلفين المطلوب في هذا السؤال هو درجة الحرارة بعد تعويض قيمة كمية الطاقة وستيفان كونستاند نحصل على درجة حرارة الجسم اللي هي 500 كيلفين ديغري سؤال آخر أيضا لأحد الأجسام باستخدام قيمة الأمزيبتي أيضا القانونية الصباح كالتالي كمية الطاقة تساوينا ستيفان كونستاند في الأمزيبتي في الأسر الرابع لدرجة حرارة الجسم درجة حرارة الجسم بعد تعويض القيم المعطات في السؤال نحصل على 631 كيلفين ديغري نلاحظ في هذا الشكل وجود إزاحة في منحنيات توزيع إشعاع الأجسام نحو الأطوال الموجية الأقصر وحسب قانون VEND للإزاحة يمكن حساب أقصى انبعاث حراري للأطوال الموجية القصوى لمدى ماكس من خلال هذه العلاقة لمدى ماكس تساوي 2097 على درجة الحرارة مثال توضيحي لهذه العلاقة بتطبيق المعادلة لمدى ماكس تساوي أن 2897 على درجة الحرارة بالكلبن فإن قيمة اللمدى ماكس رح تكون 0.022 في 10 أو 2.3 متر شكرا جزيلا للاستماع تحياتي وأمنياتي لكم بالصحة والسلامة شكرا جزيلا لكم